بيبدأ المسلسل مع بنت اسمها جولايشة اللي بتكون وغدقها ثابت عشان يوزعها لبس على أطفال الشوارع وده لأن الجو برد جداً وبتتفاجئ بطفلة بتقول إنها مش عايزة هدوم وإنها عايزة جزمة وده لأنها مش قادرة تمشي حافية بسبب البرد فبتتأثر جولايشة جداً وبتقدر تديلها الجزمة بتاعتها وبتكذب وبتقول إنها أصلاً ما بتحبش تلبس جزمة وبيظهر إن جولايشة وسابت هما كمان فقرة ومع ذلك بيحبوا يساعدوا الأطفال دول باللي يقدروا عليه وفي الوقت ده بيعدي من جنبهم طفل من أطفال الشوارع واللي بيكون اسمه يعقوب وبيتخاني مع واحد من أصحاب المحلات وده لأنه بيتساول قدام المحل بتاعه وبيبدأ الراجل إنه يضرب يعقوب فبتقرر جولايشة إنها تدخل وبتروح تتخاني مع الراجل وبتحاول إنها تحمي الطفل منه لكن الراجل بيكون المصمم يضربه فبيطلع الطفل المطول اللي معاه وبيقرر يطعن الراجل ولكن الضربة بتيجي في جولايشة بالغلط وبتبدأ تنزف كمية كبيرة من الدم وبتقع على الأرض وبيكون يعقوب واقف مرعوب بسبب اللي حصل أما السابت فبيظهر إنه مصاب بالتوحد وبيخاف لما بيشوف أخته في الحالة دي فبيناره وبيدخل فنوبة قوية وبنرجع بالزمن 23 سنة وبنشوف مجموعة من أطفال الشوارع وهم بيتسولوا وبنشوف معاملة الناس الأسية ليهم وبالرغم من البرد الشديد والجوع اللي بيعاني منه الأطفال طوال الوقت لكن بيضطروا يلفوا في الشوارع عشان يتحايلوا عن ناس يمكن يدونهم أي حاجة وبنشوف أول واحدة فيهم واللي بيكون اسمها ميرجان وبنعرف إنها كانت عيشة في ملجأ بعد ما والدتها تسجنت لكنها ما قدرتش تعيش هناك وهربت منه وبعدها قبل الطفل اسمه علي واللي بيكون لسه معه لحد دلوقتي وبيظهر إنها بتحب وهو كمان بيحبها والطفل الثالث بيكون اسمه زبكن وبنعرف إنه هرب مع ميرجان من در الأيتام ومن وقتها وهو معاها وبيكون شغاله وعلي وبينظفوا العربيات عشان الناس تديلهم فلوس والرابع اسمه كارة واللي بيكون طفل هادي وعلى طول قعد على جنب والخامس هو ثابت اللي بيكون مصاب بالتوحد وبيخاف من أي حاجة حواليه وعشان كده بيسيبوه قعد على جنب ولو حد دلهم أكل بيشاركوه معاه وبنعرف إن في راجل مشغالهم كلهم اسمه شتال وإنه بيجبرهم يشتغلوا ويجبولوا فلوس ولو حد فيهم أثر بيتعاقب وفيهم بيشوفوا طفلة من اللي بيتسولوا معاهم نايمة على جنب فبيروحوا يدولها أكل لكن بيتفاجئوا إنها ماتت من كتر البرد وفي الوقت ده بتوصل مزيعة وبتكون عايزة تسجل مع ميرجان فبتوافق بشرط إن المزيعة تدي جهاز الموسيقى اللي معها السابت وده لإنه خاف من صوت العربية العالي فبتوافق المزيعة وبتبدأ بقول السؤال واللي بيكون عن أحلامها لكن قبل ما ميرجان تجاوب بينادي عليها علي عشان يواري لها البنت اللي ماتت فبتوجه ميرجان كلامها للمزيعة وبتقول إن اللي زيهم ما عندوش مستقبل أصلا عشان يحلم وبتتأثر المزيعة لما بتشوف اللي حصل وبتقرر إنها تسجل كل ده وبالليل بيرجع كل الأطفال للحارة اللي فيها بتشتال وبيظهر إنه بيسيبهم يناموا حوالين البيت وتاني يوم ينزلوا يشتغلوا من تاني مش واثق في اشتال وعشان كده بياخد المطول اللي معاه وبيقف قدام باب قطه عشان لو فكر يدائق ميرجان ولكن بيلاها طلعت على طول فبيهدى وبعدها بيجمع اشتال كل الأطفال عشان ياخد منهم الفلوس اللي جمعوها فبيقرب علي من سابت وبيدي له جزء من المبلغ بتاعه عشان يدي له اشتاله كأنه هو اللي جمعهم وبيدي له كمان جزء صغير عشان يحتفظ به لنفسه وبالتالي يرضى يسمع الكلام وبيوصل اشتال عند سابت وبياخد المبلغ اللي معاه لكن بيشك انه مخب فلوس تاني فبيبدأ يفتشه وعشان كده بيخاف سابت وبيانهار فبيتدخل علي اللي بيعتبر نفسه مسؤول عن باقي صحابه وبيحاول يبقى اشتال عنده فبيتعصب اشتال عليه وبيضربه وبيكون البقين وقفين يتفرجوا ومش قادرين يعملوا حاجة وبعدها بيسيبهم اشتال عشان يناموا فبيروح علي عند سابت وبيرجعوا للفلوس بتاعته بعد ما وعت من اشتال بدون قصد هو اخدها وبيتجمع الخمس اطفال من تاني وبالرغم من معاناتهم لكنهم بيبقوا سعداء وبيبدأوا يلعبوا سوا حولين المكان وفجأة بيسمعوا صوت عربية بتقرب من المكان فبيخافوا ان حد يشوفهم في الوقت ده ويقول اشتال انهم خرجوا وعشان كده بيستخبوا علي جنب وبيظهر ان في شخص مجهول نزل من العربية وحط شنطة في صندوق الزبالة وبمجرد ما بتمشي العربية بيقرب الاطفال وبيفتحوا الشنطة والمفاجأ ان بيكون جواها طفل راضيع وبيعرفوا بعدين انها بنت فبيتصدم للخمس اطفال وبيكونوا متعاطفين معها جدا وخصوصا ميرجان اللي بتعاملها كأنها بنتها فبياخدوا طفلة وبيرجعوا للمكان اللي بيناموا فيه وهناك بتعرض ميرجان على علي انهم ياخدوا الطفلة ويعتبروا ان هو والدها وهي والدتها لكنه بيعترض وبيكون شايف انهم لازم يسلموها للشرطة لكن ميرجان بترفض بسبب خوفها من ان الطفلة تتربى في ملجأ ايتام زيها وتعاني من اللي هي شافته هناك فبيتأثر علي ومش بيعرف يرد عليها وبتقرر ميرجان تسميها جولايش على اسم والدتها وفي الوقت ده بيروح اشتال عند صندوق الزبالة وبيظهر انه كان عارف بموضوع الطفلة اللي هتترمي هناك في الوقت ده وبيستعرب لما بيلاقي فاضي وبيستعرب اكتر لما بيتصل بالشخص المجهول وبيعرف منه نصاب الطفلة ومشي فبيبدأ اشتال يدور عليها حولين المكان لحد ما بيسمع صدبه كأطفل خارج من الخيمة بتاعت الخمس اطفال فبيروح لعندهم وبيشوفها وبينفع الشتال لما بيعرف اللي عملوه وبيكون مسر ياخد الطفلة لكن الخمس اطفال بيرفضوا فبتاخدها ميرجان وبتجري وبيجري وراها البقيين ما عاد علي اللي بيحاول يعطى الاشتال بأي طريقة وكالعادة هو اللي بيتضرب عشان يحميهم اما الاربع اطفال فبيتفاجوا بعربية بتوقفهم وبيظهر انها والدة الطفلة اللي قدرت توصل لمكانهم وجاد تاخد بنتها وبيوصل الاشتال وبيبدأ هو والام يتخنق عالطفلة فبيطلع علي المطول اللي معاه وبيقرر يقتل الاشتال لكن الضربة بتيجي في الام وبتموت وبيتصدم الاطفال من اللي حصل وبيبقوا مرعبين وبيظهر ان اشتال هو كمان خايف وبيبدأ يجري ورا الاطفال اللي بيكملوا جري وبيكون على وشك انه يمسكهم لكنهم بيدربوه في عينه بالسخرة وبعدها بيهربوا بسرعة وفي الحاضر بتتصل الشرطة بعالي اللي بيكون شغال في فرز المحتويات سندي الزبالة عشان يبلغوا باللي حصل لجليشة وبيتصدم لما بيعرف الخبر فبيجري بسرعة على المستشفى وفي نفس الوقت بيجي تصلي مرجن اللي بتكون في البيت فبتتصدم ايا كمان وبيجي تصلي زبكن اللي بيكون في الطريق بيوصل طلبية بالعربية اللي معاه فبيغير اتجاه بسرعة وبنعرف ان الشرطة هي اللي اتصلت بيهم بعد ما خدوا ارقامهم من سابت بصفاتهم اخوتها وبيدلهم اسم المستشفى اللي هي فيها فبيجري كل واحد يوم على هناك وعن ناحية تانية بنشوف نظام اللي بيكون عايش في قصر كبير وبنعرف ان هو والد الطفلة اللي اختفت من 23 سنة ولحد دلوقتي مش قادر يتجاوز اللي حصل وعايز يعرف تفاصيل اليوم ده ومين اللي قتل زوجته وخطف بنته الوحيدة وبيكون اليوم ده وعيد ملاد بنته 23 وفي نفس الوقت الذكرى وفاة زوجته وعشان كده بيبقى متأثر جدا وبنعرف انه عايش في القصر ده هو وهاجر اخته واخوه ماندرس اللي بيكون متجوز وعنده بنت وبيوصل للقصر شورت اسمه باربر وبنعرف انه تربى في القصر ده وده لانه ابن العاملة شيرين اللي بتشتغل في القصر وبيوصل لهناك وبتفتح لهما بنت ماندرس الوحيدة واللي بيظهر انها معجبة به وفي الوقت ده بيكون ماندرس والدها رايح الشغل اللي عائلة وبتسخر من النظام وده لانه لسه عنده امل يلاقي بنته وبنعرف انه متعاود كل سنة يعمل اطعام لعدد كبير من الناس وبيتمنى ان ربنا يقبل ده ويلاقي بنته وبيدخل عليهم نظام اللي بيظهر انه اسمه حاجة وبيتخاني مع ناس بسبب كلامها فبتحس بالاحراج وبيغير نظام الموضوع وبياخد باربر على جنب عشان يتكلم معاه وبنعرف ان النظام هو المربيه واثر يدخلوا كلية الشورطة ويصرف على تعليمه عشان يساعدهم في البحث عن الطفلة وبيلوموا نظام انه لحد دلوقتي مش عارف يلاقيها وبيبدأ يفكروا انه له لا ما كانش هيبقى شورطي فبيتداء باربر من كلامه ومع ذلك بيكون مقدر الظروف اللي هو بيمر بيها وبيوعدوا ان عمرهم هيأس وانه هيلاقيها وفي الوقت ده بيجي الباربر بلاغ بالجريمة اللي عملها الطفل يعقوب لما طعم جليشة فبيضطر ان يروح لعندهم وبيوصل لموقع الحادثة وبيشوفهم مواغدين جليشة على المستشفى وبيعرف من زميله هاليس انهم قبضوا على الطفل اللي عمل كده فبيروح باربر يتكلم مع الطفل يعقوب وبيعرف انه ما كانش يقصد يعمل كده وانه كان بيحاول يدفع عن نفسه من الرجل اللي بيضربه وبيكون الطفل مبسوط وده لانه لو تسجن هيدله فلوسه اكل بباليش فبيتعاطف باربر مع الطفل وبعدها بترجع الشرطة للإسم وبيسيبه ثابت لوحده وبيظهر انه ما بيعرفش يعتمد على نفسه وعشان كده دايما حد من باقي الشلة بيكون معاه ودي اول مرة يكون فيها لوحده وبيكون قلان على جليشة جدا فبيقرر يسرق عربية من اللي حواليه ويروح لها على المستشفى وبالرغم من سوقته المتهورة لكنه في النهاية بيقدر يوصل لهناك وبيشوف علي وميرجن وزيب كانوا هما متجمعين هناك وبيظهر انهم كانوا قلانين جدا عنه وبنعرف انهم كذبوا عن الناس وقالوا انهم اخوات عشان محدش يدور وراهم وبنعرف كمان ان كلهم عايشين في بيت واحد ما عاد علي اللي عايش لوحده وبيباد عنهم كل شوية بدون سبب وده اللي بيخلي ميرجن متضايقة منه ومش قادرة تسامحه وبيطلعوا كلهم عنده جليشة اللي بتكون حالتها مستقرة وبتحكي لهم اللي حصل معيها وبتكون متعطفة مع الطفل وبتقولوا انه ما كانش يقصوا دي ازيها فبيفتكر علي لما قتل والدتها وبيتأثر وبيظهر ان جليشة ما تعرفش حاجة عن الموضوع ده وبيبقوا خايفين ان الشرطة تيجي تحقق معهم ويعرفوا ان معهمش اثبات هوية لان وقتها ممكن يدوروا على اهل جليشة الحقيقيين وبالتالي ياخدوها منهم فبيقرر علي ياخدهم ويهربوا ولغريبا ان كارا مش بيكون معهم وكل محد منهم بيفتكروا بيتأثر لكن مش بنعرف ايلا حصلوا وعن ناحية التانية بيبدأ بربر يحقق مع اشتال وبيكون عارف ان اشتال بيكبر الاطفال انهم يشتغلوا ويددولوا الفلوس ولكن مش قادر يمسك عليه اي دليل وبنعرف ان يعقوب اللي طعن جليشة كان من ضمن اطفاله ولكن من كتر الخوف رفض يعترف وبينكر اشتال انه يعرف الطفل وفي النهاية بيضطروا يفرجوا عنه وبيكون يعقوب خاف على مصيره فبيقولوا باربر انه لسه يتعرض على القاضي وهو اللي يقارر اذا كان هيدخل سجن الاطفال ولا هيتحاول لضر عية فبيقول الطفل ان الحلين بالنسبة له احصل من المكان اللي كان عايش فيه وبعدها بيوصل باربر للمستشفى وبيشوفهم مواغدين جليشة وبيهربوا وبيلاحظ انها شبه بهار زوجة نظام جدا فبيخمن انها ممكن تكون بنتهم اللي اتخطفت من 23 سنة والغريبة انه بيسيبهم يمشوا وده لانه بيكون عايز يعرفهم رايحين على فين وبيفضل ماشي وراهم لحد ما بيعرف عنوان بيتهم وفي الوقت ده بنشوف الخمسة وما دخلين البيت وبيبقوا مبسوطين انهم سوا وده لان علي بقاله فترة كبيرة مش بيزورهم وبتطلع جليشة ترتاح فوق وبيبدأ البقيين يحضروا العيد ميلادها فبيسألهم علي اذا كانوا لسه محتفظين بلبسه ولا لا لكن ميرجان بترفض ترد عليه وبتسيبهم وبتخرج تنشر الغسيل فبيجاوبوا زبكن وبيقول انها لسه محتفظة بيهم وبيشاور له على مكانهم وبعدها بيتجمعوا كلهم قدام البيت وبيطلبوا من ميرجان تطلع تساعد جليشة في اللبس وبعدها تجيبها عشان يحتفلوا سوا وبتفرح الجليشة انهم مهتمين بيها حتى في الظروف دي وبتفرح اكتر لما بتعرف انهم جمعوا من بعض عشان يجيبوا لها تليفون زي ما كانت بتحلم وبتكون متأكدة انهم دفعوا كل اللي معهم عشان يجيبوا لها تليفون زي ده وبنعرف انهم استغلوا المنطقة لقدام البيت وعملوا كافي صغير عشان اي حد عايز ياخد الصراحة من الطريق وبيقدموا اكل ومشروبات وهو ده مصدر رزقهم وفي الوقت ده بيوصل باربر اللي بيمثل النزبون عادي وجاي عشان يخسل العربية بتاعته وكمان يأكل حاجة فبيروح علي يخسله العربية وبتروح ميرجان تحضر الاكل اما سابت فبيكون متعود يصور جليشة صور بعدد سن عمرها وبيبدأ يصورها 23 صورة بالكاميرا اللي معاه فبيقرب منهم باربر اللي بيكون عايز يتعرف على جليشة بأي طريقة وبيهنيها بمناسبة عيد ميلادها وبعدها بيطلب ان يشوف الكاميرا وبيكون سابت رفض يدهاله فبتشرح له جليشة ظروفه المرضية وبتبدأ تتكلم مع سابت وبتقنعه يديله الكاميرا عشان يشوفها ويرجعها على طول فبيوفق سابت وبيستغل لباربر انشغالهم وبيسرق واحدة من الصور اللي على التربيزة وبعدها بيرجع الكاميرا وبيتخانق مع جليشة لما بيشوفها ماشي حفية ولكن بعدها بيعتذروا وبيقولوا انه بس خاف عليها وبعدها بيسيبهم وبيرجع يقعد مكانه والاول مرة بتحسوا جليشة ان فيه حد مهتم بيها وعشان كده بتكون فرحانة وبتفضل طلوقت مركزة معاه وبيظهر انها معجبة بيه وبتلاحظ مرجان اللي بيحصل فبتأمرها تدخل البيت لكن جليشة بتقعد جنب الشباك عشان تفضل شايفاه وبعد الاكل بيروح باربر عشان يحسب وبيستغل الفرصة وبيقف يتكلم مع جليشة لتاني مرة والمرة دي بيسأل عن اسمها وبيفتكر ان انظامه بيهار سموا بنتهم لورا وفيهم ولادتها والصون هو اللي ياخد باله منها وعشان كده وحاسس بالزنب وبيكون باربر متأكد ان جليشة هي نفسها لورا وبيعرف منها ان هم الخمس اخوات فبيستغرب وبتحاول جليشة تعرف عنه اي حاجة فبتسأله اذا كان مرتبط ولا لا وبتفرح لما بتعرف ان مش مرتبط وفي الوقت ده بيوصل علي اللي بيبلغه ان العربية جهزة فبيتر باربر انه يمشي اما عليهم مرجن فبيبدأوا يتخنقوا مع جليشة وبيفكروها بشعارهم القديم وهو ان كل الناس اشرار ومحدش بيتمنى لهم الخير وبيكونوا خايفين يقربوا من اي حد الاحسن يكون اشتالوا اللي بعتوا يدور عليهم وعشان كده بيأمروها تبعد عن باربر واي حد يحاول يتكلم معيها فبتنهار جليشة بسبب كلامهم وبتكون شايفة انهم ما ينفعش يعيشوا طول حياتهم مستخبين ولكن بتضطر تنفذ الاوامر وعلى ناحية تانية بنشوف اشتالوا بيتخنق مع واحد من اللي بيشتغلوا معي اللي كان مشرف على الاطفال في وقت الشغل وبيكون اشتال خاف ان الطفل يعقوب يعترف للشرطة على اسمه وبيقولهم الشاب انه ما حاولش يمنع الجريمة فبيدفع الشاب عن نفسه وبيقول ان كل حاجة حصلت بسرعة وبيبدأ يحكي له الموضوع بالتفصيل وبيفرح اشتال لما بيعرف ان البنت اللي الطعن تسمعها جليشة وبيستنتج انها نفس الطفلة اللي ترمت زمان في صندوق الزبالة وبنعرف ان بقيله 23 سنة بيدور على الخمس اطفال اللي خطفوا الطفلة دي وهربوا وعشان كده بيبقى فرحان انه اخيرا لقيهم وبالليل بتكون ميرجن قاعدة تتكلم مع جليشة وبتفكرها ان في النهاية ما لهمش غير بعض وفي الوقت ده بيدخل علي اللي بيكون جايب لها مضاد دحاوي عشان الجرح بتاعها وبياخد ميرجن عشان يتكلموا برا وبيكون علي خاف ان اشتال يوصل لمكانهم لانه وقتها جليشة هتعرف ان علي هو اللي قتل والدتها وتعرف كمان انها من عائلة غنية وانهم بعدها نعلتها كل السنين دي وحرموها من والدها بالرغم من انه لسا عيش وبيظهر ان في سبب خلهم يعملوا كده وفي نص الليل بتحلم ميرجن باللي حصل يوم ما لها وجليشة في صندوق الزبالة فبتصحى من النوم مفزوعة ومش عارفها تتنفس وبتقرر انها تخرج تنام برا وبنعرف انها متعودة تنام في مكان مفتوح لما تكون خايفة وفي الوقت ده بيكون علي صاحي وبيشوفها وتاني يوم بتصحى ميرجن من النوم وبتلاقيهم بغطيها بالجاكت بتاعه وده لانه كان خايف عليها من البرد وبعدها بتقابل زبكن وبتعرف منه انه علي ماشي ورجع لشغله وحياته بعد ما اتطمن عليهم فبتدائي ميرجن جدا وبيظهر ان في حد بيرائبهم من بعد وبيصورهم ولكن مش بنعرف هو مين وعلى ناحية التانية بنشوف شتال اللي بيعرف ان في طفل من اللي عنده مخرجش يتساوي لليوم ده لانه مريض فبيقرر يحرموا من الاكله طول اليوم وبعدها بيتصل بواحد اسمه بامير وبنعرف ان الراجل ده جايب مجموعة اطفال لاجئين عشان يجبرهم يشتعلوا لحساب شتال وبنعرف ان شتال بيختار الاطفال دي بالذات عشان الشرطة ما تعرفش عنهم حاجة وكمان معظمهم ملوش بطاقات هوية وفي نهاية المكالمة بيبلغوا شتال انه ولقى جليشة واللي معيها وانهم قريب هيبقوا اغنية وفي الوقت ده بنشوف جليشة وهي بتتكلم مع سابت وبتاعترف له انها معجبة بباربر وبيسمعهم ميرجان وزبكن فبتتخانق معها ميرجان اللي بتقول ان اللي زيهم ماينفعش يحبه ويتجوز وده لان حياتهم عمرها ما هتكون طبيعية زي حياة باقي الناس وبترد عليها جليشة وبتقول ان على الاقل من حقهم يحلامه فبتتأثر ميرجان وبتحضنها وفي الوقت ده بيدخل عليهم واحد اسمه زمرد وبنعرف انه صاحب البيت وانوافق يسجل العربية بتاعتهم باسمه وده لان ما حدش فيه معاه اسبات هوية وبيكون جاي ياخد الايجار وبيظهر انه راجل شرير وطماع وافق بس يأجر لهم البيت لانه معجب بجليشة فبتسيبهم ميرجان قاعدين معاه وبتدخل تجيب الفلوس وبيظهر نعمة عودة تخبيها في برطمانات الاكل وبنعرف ان الايجار كان عشر تلاف لكن زمرد بلاغم الشهر اللي فاتنه هيبقى اتناشر الف وبتكتشف ميرجان ان الفلوس نقصة الفين فبتتراب وبتبدأ تدور عليهم في كل مكان وبعدها بتشاور لزبكن اللي بيدخل يدور معها لكن مش بيلاقي حاجة فبتاخد العشر تلاف عشان تديهم لزمرد وبتوعدوا انها هتوفر باقي المبلغ في خلال اسبوع لكن زمرد بيرفض وبيديلهم مهلة لحد تاني يوم وإلا هيقطع عنهم الماء والكهرباء وبعدها يطردهم من البيت وياخد العربية بتاعته فبيطلع الزبكن المطول اللي معاه بيكون عايز يقتله لكن ميرجان بتهديه وبتحاول انها تحل المشكلة بقال خسائر وبيأمرهم زمرد يجمعوا الفلوس قبل تاني يوم وبعدها بيسيبهم وبيمشي وبيخاف سابت انهم يرجعوا للشارع من تاني فبتجلوا نوبة قوية وبتحاول جولايشة انها تهديه وفي نفس الوقت بنشوف باربر اللي بيكون قاعد في قطته وبيقارن صورة بهار بصورة جولايشة وبيكون شاف انهم شابها بعض جدا وبنعرف ان باربر ووالدته الشيرينة عايشين في قوضة جنب القصر الكبير وبيتفاجئ باربر بزيارة من جمال المساعد بتاعه وبنعرف ان هو اللي كان بيرائب الخمس الشباب بأمر من باربر وبيقول انه تحرع عن قساميهم ولا ان ما فيش حد عندهم بالقسامي دي وده اللي بيأكد لباربر ان في حاجة غلط وبعد تفكير كتير بيخمنوا انهم اطفال شوارع وبيقول باربر ان ما فيش بنت هتساعد اطفال الشوارع زي جولايشة بدون ما تكون خايفة منهم الا لو كانت اتربت في نفس الظروف وده اللي بيخليشه كاكتر ان جولايشة اطربت في الشارع وان هي نفسها لورا وبيعرفوا ان البيت اللي هم عادين فيه والعربية اللي معاهم باسمه زمرد وان الشخص ده عليه قضايا كتير وفي الوقت ده بيجهز نظام وباقي العيل عشان يروحوا لمقابر ويزوروا بهار بمناسبة الذكرى السنوية وبيبقوا مضايقين من الناس بالسبب اللي بسهل غير مناسب مع الموقف وبعدها بيجمعهم نظام عشان يتحركوا كلهم سوا ولكن قبل ما يتحركوا بيشوف عربية جمال فبيخام من ان عنده اخبار تخص القضية وعشان كده بيروح للقوضة بتاعت بربر عشان يتكلم عامهم الاتنين وبيقرر بربر يخبي كل اللي وصلوله لحد ما يتأكد وبيقول انهم شغالين على قضية تانية فبيتدايق نظام النساء بقضية بنته وشغال على قضية تانية وعشان كده بيفكروا باللي عملوا معاه وبيقول انه مش مستعد يستنى 23 سنة تانين وبعدها بيسيبه وبيمشي اما بربر فبيطلب من والدته تخرج تتمشى شوية زي ما الدكتور قال لها وبيستغل الفرصة وبيدخل غرفة لارا وبنعرف ان عندهم عادة انهم ياخدوا خصلة من شعر الطفل ويحتفظوا بيها فبياخد بربر الخصلة بتاعت لارا عشان يقارنها بعينها من جولايشة ويشوف اذا كانوا نفس الشخص ولا لا وفي الوقت ده بيوصل علي للشغل وبيكتشف انه معهوش فلوس حتى عشان يفطر وبيعرض علي البايع انه ياخد اي حاجة ويجيب له الفلوس بعدين لكن علي بيرفض وبعدها بيجي له اتصل من مرجان اللي بتسأله اذا كان خد الفلوس فبيقول علي انه خد 2000 عشان يجيب الدول جولايشة وبيتدق لما بيعرف ان الاجار غالي وما حدش قاله وبيتمنى انه يتصرف فبيتصل بزمرد اللي بيرفض انه يمد المهلة فبيروح علي للمدير بتاعه عشان يستلف منه لكنه بيرفض يستلفه بحجة انه مش معه فلوس فبيقول انه في مكان بيدور على العمال نظافة ولو وافق ينظف الحمامات هياخد 500 ليرة في اليوم وبالرغم من ان ده ربع المبلغ لكن علي بيضطر يوافق وبيعرف كمان انه في واحد بيدور على العامل يشيل شوية حاجات فبيقرر علي يشتغل الشغلانتين في نفس اليوم عشان يحاول يجمع اكبر قدر من الفلوس وفي الوقت ده بتتسحب جولايشة عشان تسرق مفاتيحها العربية من هدوم زبكن لكنه بيشوفها فبتضطر تعترف له بالسبب اللي خلاها تعمل كده وبتقول انها كانت عايزة تنزل المدينة تبيع الموبايل عشان يدل زمرد الفلوس لكن زبكن بيرفض تماما وبياخد منها المفاتيح وبيأمرها ترجع البيت وبعدها بيروح يتكلم مع مرجان وبيحكي لها اللي حصل وبيكون زبكن شايف انهم المفروض يودوها لأهلها وده لان من حقها تعيش حياة حصل من كده بدل ما هي على وشك انها تموت من الجوع معاهم لكن مرجان بتكون رفضة تماما فبيفكرها زبكن باول يوم لجليشة معاهم وبنعرف انهم ما كانوش عارفين يجبولها لبن منين وكانوا فاكرين انها ماتت من الجوع ووقتها مرجان انهارت من العياط لكن بعدها عارفوا انها نايمة مش اكتر ويومها ما كانش حد فيهم هم التلاتة معا فلوس فقرر سابت يتبرع بالمبلغ اللي معاه وده لانه حب الطفلة ولما راحوا يشترولها لبن اكتشفوا انه اغلى من كده بكتير والراجل رفض تماما انه يساعدهم ويدلهم اللبن بدون فلوس وعشان كده قرروا نوم يسرقوا فسرقوا شنطة كانت مع اب وام معهم بنتهم الرضيعة وخدوا اللبن اللي فيها عشان يدولجوا لعيشة واسناء ما هما بيهربوا من الاب والام بيروح كارها يستخب على جنب وبيشوف خبر في جورنال بيتكلم عن طفل اسماع لارا مفقودة من اهلها وانهم لقوا والدتها بهار مقتولة في نفس اليوم فقرروا يرجعوها لأهلها وفي الاول مرجان كانت رفضة تتخلى عنها لكن قررت ترجع لأهلتها عشان ما تبقاش قنانية وقدر الخمس اطفال انهم يوصلوا للأصر ولكن يتفاجئوا بنفس العربية اللي رمت الطفلة في الشارع خارجة من هناك فاستنتجوا ان اللي رميها هو حد من اهلها وده اللي خلهم يرجعوا في كلامهم ويقرروا يحتفظوا بالطفلة وفي الحاضر بتنهار مرجان لما بتفتكر كل ده وبتقول زبكن ان جولايشة ما ينفعش تعرف حاجة عن أهلتها الحقيقية وفي الوقت ده بيوصل نظام وعالته على المقابر وهناك بيلون رمين سكرتيرة نظام مستنياهم وبيبقوا عارفين انها بتحب نظام وبتحاول تقرب منه ومن وقت وفاة زوجته وبيتكلم نظام مع زوجته وبيوعدها انه هيفضل يدور على بنتهم طول ما هو عايش وعن ناحية التانية بيقرر باربر ان ياخد جمال ويروحوا عند بيت جولايشة واخوتها عشان يتحروا اكتر عنهم وفي الطريق بيبدأ جمال يرجع ملف قضية اختفاء لارة وبنعرف ان كل فرد من افراد العيلة كان عنده حجة غياب في وقت الجريمة وعشان كده الشرطة ما شكتش في حد فيهم وبنعرف ان النظام وهاجر كانوا مسافرين يحضروا عزا وناس كانت في السينما اما ميندرس فكان مع السكرتيرة نيرمين في الشاركة يخلصوا شوية شغل وبنعرف ان وقتها ما كانش فيه كاميرات يقدروا من خلالها يعرفوا مين اللي عمل كده وعشان كده ما يعرفوش مين اللي خطف الطفلة ولا حتى مين اللي قتل بيوار وده لانهم لقوا جثتها مرمية في الشارع في مكان هدي جدا والدليل الواحد اللي معهم هو بصمة غريبة لقوها على المطوى ومعرفوش هي بصمة مين لحد دلوقتي واسناء ما هم بيتكلموا بيشوفوا جليشة ويسائق العربية وبتتحرك في الاتجاه المعاكس وبيخاف بربر عليها وده لانها لسه تعبانة فبيقرر ان يروح وراها وبيطلب من جمال ينزل هو يكمل التحريات فبيتصل جمال بصديقه هالس عشان يبعث له حد بعربية وفي الوقت ده بنشوف زابط اسم وفاء واللي بيخرج قبل شتال وبنعرف انه بيساعده في اي حاجة هو عايزها بمقابل مادي فبيقول شتال انه عايز يوصل لعنوان البنت اللي طعنها يعقوب وبيوافق وفاء بمجرد ما يشوف الفلوس وبيوعده ان العنوان هيكون عنده تاني يوم وعالناحية التانية بنعرف ان يسابة هو لساعد جليشة عشان تخرج بدون ما البقين يعرفه وعلمها ازاي تدور العربية بدون المفتاح وبتوصل جليشة للمدينة عشان تبيعي التليفون ولكن بتكتشف انها ما ينفعش تبيعه بدون اثبات الهواية بتاعتها فبتخرج من المحل وهي محبطة وبتتخاض لما بتشوف بربر واقف قدامها وبتخمن انه بيرائبها ومع ذلك بتكون مبسوطة لما بتحس انه مهتم بيها وبيكدب بربر وبيقول ان في البنى لزقة في شعرها وانه يحاول يطلعها وبنعرف انه عمل كده عشان ياخد خصلة من شعرها وبعدها بيسيبها تمشي فبترجع جليشة للعربية وبيظهر انها نسيت ازاي تشغالها فبتسيب العربية وبتنزل تقعد قدام البحر وبتبدأ تعيط فبيروح وراها بربر اللي بيكون قلان عليها وبتعترف جليشة انها اضطرت تسرق العربية لما اخوها رفض يديلها المفتاح وانها دلوقتي مش عارفة تشغالها فبيوافق بربر انه يعلمها بشارط انها توافق تخرج معلما يبعت لها وبياخد رقمها وبيديلها رقمه فبتسأله جليشة هو ليه مهتم بيها وبتقول ان دي اول مرة في حياتها تحس ان في حد مهتم بيها وبيتأثر بربر اللي بيقول انها مهمة بالنسبة له جدا فبتفرح جليشة جدا وبتوافق انها تخرج معايا وبيتفقوا انه هيحدد معدو يبعت لها وبانها عارف انها ناوية تعمل كده من وراء اخواتها ودلق انهم مستحيل يوافقوا ولما بترجع جليشة للبيت بتلاقي ميرجن وزبكن وقفين مستنيينها وبيظهر انهم خايفين عليها جدا وبيفرحوا انها ما قدرتش تبع الموبايل وفي الوقت ده بيودي بربر العينتين عشان يتحلله وبيطلب من الدكتور ان الموضوع يتم بشكل سري وفي طريقهم للخروج بيعترف بربر لجمال انه طلب من جليشة تخرج معاه عشان وقتها لو كانت اكد انها لارا هياخدها يوديها لأهلها وبيكون مدى انها بدأت تتعلق به وده لان والدها مستحيل يسمح لهم يرتبطوا وبيظهر ان بربر هو كمان بيحبه عشان كده بيكون متأثر وبيفضل لاربع سهرانين طول ليلي يصلاحوا في اجهزة وحاجات مشابه عشان يجمعوا فلوس لحد ما بيجي تاني يوم ومش بيجمعوا غير مبلغ صوار جدا وفي الوقت ده بيوصل زمرد اللي بيكون جاي ياخد باقي المبلغ فبتطلب منهم جليشة يدلوا تليفونها الجديد لكنهم بيرفضوا تماما وبيطلبوا منها تقعد مع سابت وهم هيتصرفوا معاه وبيتعصب زمرد لما بيعرف انهم مجمعوش الفلوس فبتطلب منه ميرجن يدلهم مهلة يومين فبيوافق بشرط انهم يخلوا جليشة تطلع تفتر معاه فبيتعصب زبكن وبيضربه وبيتدخل واحد من رجالة زمرد عشان يضرب زبكن اما التاني فبيمسك ميرجن عشان ما تحاولش تعمل حاجة وعن ناحية التانية بتحاول جليشة انها تهدي سابت باقي طريقة وبتطلع الثلاثة وعشرين صورة بتوع عشان يتفرجوا عليهم وبيلاحظ سابت انهم نقصين واحدة فبيتعصب وبتخمن جليشة ان باربر هو لسرق الصورة دي وبتقرر تكلمه عشان يرجعها وده لان السابت مش يسكت غير لما يلاقيها وفي الوقت ده بتظهر نتيجة التحليل وبيعرف باربر ان جليشة هي نفسها لورا وبيكون فرحان جدا وبيجي له اتصال فيديو منها وبيعرف انها عايزة الصورة فبيقوله انه مش يقدر يروح لها دلوقتي وعشان كده بيتعصب سابت وبيرمي التليفون وبيبدأ يخبط في كل حاجة حواليه فبتقع جليشة وبتوقع الدفاع على الارض وبيحصل حريقة في البيت وبيشوف باربر اللي حصل فبيجري لعندهم اما سابت فبيكون واقف مصدوم ومش قادر يعمل حاجة وفي الوقت ده بيوصل علي اللي بيكون جايه مع جزء من الفلوس وبيشوف رجالة زمرد هما بيضربوا زبكن فبيوقفهم وبيتطمن زمرد انه جايه مع الفلوس وفجأة بيشوفوا الحريقة اللي في البيت فبيقرب علي عشان ينقذ جليشة وسابت ولكن قوة النار بتدفعه لبرة وبيقع يفقد الوعي ولكن بعدها على طول بيفوق وبالرغم من خطورة الموقف لكن بيقرر يدخل البيت عشان ينقذهم فبيقرر زبكن انه يدخل معاه وبيبدأوا يدوروا عليهم في كل مكان لحد ما بيلاقهم مستخبين تحت التربيزة وبنعرف ان السابت هو اللي انقذها وخدها لهناك فبيساعدهم زبكن وعلي وبيقدروا انهم يخرجوهم من البيت ولما بيدوروا على ميرجن بيقولهم زمرد انها دخلت وراهم فبيقرر علي ان يدخل البيت لتاني مرة وبيشوف ميرجن وهي متحوطة بالنار من كل حتة لدرجة انها بتكون مستسلمة ومستنية تموت لكن علي بيرفض انه يتخلى عنها وبيفضل يساعدها لحد ما بيقدر انه ياخدها ويخرجه وبيسمعوا صوت عربيت المطافي والاسعيف فبيخافوا الشرطة تعرف ان ما عندهمش هوية وبيتكلم مع علي مع زمرد وبيطلب منه يبلغ الشرطة ان هو اللي كان في البيت والحرية حصلته وموجود لكن قدر يهرب فبيوفق زمرد انه يعمل كده وبيكون فرحان انه اخد الاجار كامل فبياخد الخمسة عربية وبيهربوا بعدما بيودعوا البيت اللي عاشوا فيه لسنين طويلة وفي الوقت ده بيكون باربر لسه في الطريق وبنعرف ان هو اللي بلغ المطافي والاسعيف وبيشوفهم هم ماشيين فبيفرح انه جولايشة لسه عايشة اما جولايشة فبتفرح لما بتعرف انه كان جاي عشان ينقذها وبيقرر باربر انه يمشي وراهم عشان مضعش منه لتاني مرة ولكن بيجي له بلاغ انهم لقوا طفل ميت في الطريق فبيجرى على هناك وبيضطر يسيب جولايشة وبيعرف ان الطفل سوري وانهم لما راجعوا الكاميرا لقوا ان العربية اللي رميته راحت بعدها للمكان اللي فيه شتال فبيستنتجوا انه جاب مجموعة اطفال جديدة وبيقرروا يقبضوا عليه متلبس وعلى ناحية التانية بنشوف شتال اللي بيقرر يرجع يتواصل مع الشخص اللي باعله جولايشة من 23 سنة والمفاجأ ان الشخص ده بيكون هو مندرس عمها وبيقرر شتال انه يستغل الموقف لصالحه فبيحكي المندرس ان البنت لسه عايشة وبيطلب منه مبلغ مالي مقابل انه يقتلها وفي الوقت ده بيوصل لشتال مجموعة الاطفال اللاجئين اللي بيبقوا جايين من سوريا وبيعرف شتال من بامير اللي جايبهم في طفل مات في السكة فرموه على جنب لكن شتال مش بيكون فارق معاه وبياخد مندرس على جنب عشان يتكلمه وبيكون عايز مليون ومتين الف عشان يقتل جولايشة والاربع لمعيها بما انهم شافوا العربية وهي بترمي الطفلة في صندوق الزبالة وبالتالي ممكن يبقوا عارفين الحقيقة وبيضطر مندرس انه يوافق وبيجي الاشتال اتصال من الشرطي وفاء اللي بيقول ان الشرطة في طريقها العمده عشان يقبضوا عليه متلبس فبيهرب مندرس بسرعة اما شتال فبيقوم الرجال توياخدوا الاطفال للمكان البديل بسرعة وبتوصل الشرطة بقيادة باربر اللي بيكون مصدوم انه لحق يهرب الاطفال بالسرعة دي وبعدها بيرجع باربر للاسم وهناك بيعرف ان الطفل يعقوب تحول لملجأ ايتام لكنه حاول اكتر من مرة انه يهرب ومش عارفين يعملوا معاقي وبيظهر ان باربر ناوي يستغل للطفل الصالح القضية فبيقول للطفل ان اشتال قتى الاطفال كتير وانه لو رفض يساعدهم في القبض عليه هيئة الاطفال اكتر فبيتأثر الطفل وبيوفق انه يعمل اي حاجة اعمل خمس شباب فمش بيلوا اي مكان يروحوه خصوصا لما يعرفوا ان علي هو كمان سبيل المكان اللي كان مأجره عشان يقدر يوفر لهم باية الالفين اللي يرفب يقرروا ويروحوا لنفس المكان اللي لاجأوله لما لقوا جولايشة وبعدها هربوا منشتال وبيكونوا عبارة عن سطح بيت ولكنه واسع وبنعرف انهم في المكان ده خدوا عهد على نفسهم انهم يحموا جولايشة مهما حصل وبيكون زبك انشاف انهم مقدروش ينفزوا العهد ده وده لانها تابت معهم واوقات مش بيكونوا قادرين حتى انهم يأكلوها وبيظهر ان فيه خطة في دماغه وبعدها بشوية بيسيبهم بحجة انه راح يدور على اكل وبيتفرق البقيين وبيروح كل واحد فيهم يدور على حاجة ممكن يأكلوها او حاجة دف فيهم وعلى ناحية التانية بنشوف اللي بيطلب من رمين السكرتيراناتس حبله المبلغ اللي هو محتاجه وبيجي لنظام اتصال من البنك وبيعرف اللي حصل فبيرجع البيت وبيتخانق مع ميندرس اللي سحب مبلغ كبير من حساب الشركة بدون ما يقوله على السبب وبيكون نظام مصر يعرف هيعمل ليه بالفلوس دي لكن مش بيرد عليه اما علي فبيقف على جنبي اتكلم مع مرجان وبيعرف منها انه زمرت كان بيعمل كل ده عشان كان معجب بجوليشة وعرض عليها اكتر من مرة انه ياخدها ويسيب لهم البيت وبيتعصب علي من اللي عارفه وبيظهر انه نوي ينتق منه وبيلاقه بواية اكل فبياخدوه وبيرجعه للبقيين اما زبكن فبيقرر انه يروح للقصر وبينوت من عصوره وبيوصل للجنينة واسناء ما العيلة بتكون قاعدة تتعشى بيتفاجئ ان الكهرباء قطعت وبيظهر ان زبكن هو اللي عمل كده وبيستخب عشان يعرف يعمله ايه وبيحاول واحد من رجالة نظام انه يصلحها لكن بيفشل فبيطلب من شيرين تتصل بالكهربائي اللي بيقول انه مجهول دلوقتي ولكن بيوعدها انه هيرح لهم الصبح بدري وبعدها بيتسحب زبكن وبيسرق الكرت بتاع الكهربائي وبمجرد ما بيخرج من الفيلا بيتصل به وبيقول انهم خلاص صلحوا العطل وبنعرف انه نوي يدخل الاصر بصفة الكهربائي وفي الوقت ده بيطلب بربر من اصدقاء انهم يتتبعوا العربية عشان يقدر يحدد مكان الخمس شباب من تاني وبيشوف زبكن وهرايح عند الاربع شباب فبيقدر يحدد مكانهم وبيوصل زبكن لهناك وبياخد مرجان على جنب عشان يحكي لها اللي حصل وبتدائي مرجان لما بتعرف انه راح لاصر وبتبدأ تتخاني معي فبيرد عليها زبكن وبيقول انه مش هيسكت غير لما يعرف مين من اهل جولايشة اللي كان عايز يبيعها ويبلغ باقي العيلة عشان يخلصوا من الشخص ده وبعدها جولايشة ترجع تشف قسطهم ولكن مرجان بتكون خايفة ودل ان العيلة لو وصلت الاشتال هيقول ان علي ولا قتل بهار وبالتالي جولايشة هتكرههم كلهم وخصوصا علي فبيقول زبكن انه مستعد يضحب اي حد حتى نفسه عشان ينقذ جولايشة وترجع لعيلتها وبيوصل باربر لهناك وبيسمع زبكن ومرجان هما بيتخانقوا وبيعرف من كلامهم انهم كانوا من ضمن الاطفال اللي بيشتغلوا عند اشتال زمان وبيكونوا عنده وفضول يعرف السبب اللي خلاهم يهربوا ولحد دلوقتي يخايفين منه وبنعرف ان باربر كانوا يهجم عليهم وياخد جولايشة من وسطهم لكن بعد اللي سمعوا بيغير رأيه وبيقرروا انه يفضل ورا الشباب دول لحد ما يوصل الاشتال من خلالهم وبكده يكون مش بس انقذ جولايشة ده كمان انقذ كل الاطفال اللي اشتال خطفهم وبعدها بيتجمع الخمس شباب من تاني وبيعملوا خيم عشان يتحاموا فيها من البرد وبتبدأ مرجان انها تغني لهم عشان يناموا زي ما كانت بتعمل زمان لحد ما بتتأكد ان الكل نام فبتنام يا كمان لكن بيظهر ان علي كان بيغدعه وبهدوء بيقرب من ثابت عشان يصحيه وبنعرف انه عايز يروح مع مشوار وبيطلب من ثابت يشغل العربية بدون مفتاح لكن بيكتشفوا انه ما فاش بنزين كتير فبيسرقوا عربية من الواقفين وبيقرر بربر وجمال انهم يرقبوهم عشان يعرفوا منوين على ايه وبيوصل علي للبنزينة بتاعت زمرد وبيفضل واقف بعيد وبعدها بيتصل بالشرطة وبيبلغ انه زمرد ورجالته بيدخلوا للبلد بنزين مهرب وفي خلال دقيق بتوصل الشرطة للمكان وبيقبضوا على زمرد متلبس وبنعرف ان علي عمل كده عشان ينتقم من زمرد وفي نفس الوقت يقدروا ويرجعوا ويعيشوا في البيت بدون محد يكلمهم وبيقدر بربر يستنتجه وعمل كده ليه وبيكون معجب بشجاعته وخوفه على باقي صحابه وتاني يوم بيصحى زبكن بدري وبيروح للأصر بصفته الكهربائي فبتستقبلوا شيرين وبتكون وقفة مع طول اليوم واسناء كلامهم بيعرف منها انها تعبانة وبتخرج في وقت معين عشان تتمشي حولين البيت واسناء ما هما بيتكلموا بيوصل من درس وزوجته ناز اللي بيبقوا خارجين يمارسوا رياضة الجاري وبيلاحظ زبكن ان ناز لابسها سوار ألماس وبيقدر يسرقوا بدون ما تحس وبعدها بشوية بتلاحظ ناز انه اختفى وبتبدأ تدور عليه في كل مكان لكن مش بتلاقيه وبتتهم زبكن بسرقته فبتدخل هاجر اللي بتدفع عن زبكن وبتقول انه لأ الصور واقع والدهولها فبتحس الناز بالإحراج وبتعتذر له أما زبكن فبيكبر في نظر العيلة كلها وبيجي المندرس ريسالة من اشتالة اللي بيقول انه قدر يوصل لعلوان البنت واللي معيها ونفطرقها لهناك عشان يقتلهم كلهم وفي الوقت ده بيكون مرجن وجليشة قلقانين على باقي المجموعة خصوصا انهم صحي والقوم كلهم مش موجودين لحد ما بيجي لهم اتصال من علي اللي بيقول انهم خرجوا يدوروا على خشب عشان يعيدوا تصنيع بيتهم من تاني وبيفرح الاتنين لما بيعرفوا انهم هيرجعوا بيتهم وبيشكروا علي على كل اللي بيعملوا معاهم وأثناء ما هما فرحانينه وبيرقصه بتلمح جليشة طفل نام في الارض فبتتعاطف معاه وبتجري عشان تطمن عليه والمفاجأ ان الطفل ده بيكون هو يعقوب واللي بمجرد ما بيشوفها بيخاف وبيجري لكن جليشة بتفضل تجري وراه وبتكون ميرجن خايفة عليها فبتجري كمان وراهم وبيظهر ان باربر وجمال هما كمان موجودين وبيرقبوا اللي بيحصل وبعد جاري كتير بتقدر جليشة انها تمسك يعقوب وبتعرف انه هرب من ملجأ الايتام وانه كان بيشتعل عند شتال وخاف انه يلاقيه فبيفتكر البنتين المعاناة اللي مروا بيها بسبب شتال وعشان كده بيتعاطفوا مع الطفل لدرجة ان جليشة بتكون مصرة تاخدوا معهم للبيت وفي الاول ميرجن بتكون رفضة تماما لكن بتفتكر نفسها لما يربط من الملجأ فبتضطر توافق وبنعرف انه كل ده كان بتخطيط من باربر وهو اللي طلب من يعقوب يعمل كده وده لانه كان عايز يوصل لاشتال من خلال خمس شباب دول وبيوصل علي وسابت اللي بيبقوا هما كمان رفضين فكرة وجود الطفل لكن بيتعاطفوا معا لما بيعرفوا قصته وبيطلب منهم علي انهم يركبوا العربية عشان يرجعوا بيتهم وفي اللاحظة دي بيوصل لمرجن رسالة من زبكن اللي بيطلب منها انها تنفذ اوامره بدون معرضة وبيكون عايزها تروح له عند الاصر عشان عايزها في حاجة مهمة فبتضطر مرجن انها تكذب على البقين وبتقول انها تقعد تجمع لبس من المكان وبالمرة تستنى زبكن وبعدها يحصلوهم وبمجرد ما بيمشوا بتتحرك هيه كمان عشان تروح لزبكن وفي الوقت ده بيرجع بربر للاصر وبنعرف انه لا ويتفرغ لموضوع اشتال فبيكذب على نظام وبيقول انه ياخد فترة اجازة فبيحس نظام انه مأثر في قضية بنته وعشان كده بيتعصب جدا لدرجة انه بيمنعه من دخول البيت تاني وبيظهر ان الشيرين شايفها اللي بيحصلوا منهرة على ابنها ومع ذلك مش قادرة تعمل حاجة اما مندرس فبيروح يقابل اشتاله وبيديله المبلغ اللي اتفقوا عليه بشرط انه يقتلها هي والارباع اللي معيها وبيروح نظام يقابل المزيعة اللي غطت خبر اختفاء بنته زمان وبيطلب منها تساعده انه يلاقيها وده الان ما عندوش امل غيرها دلوقتي وبيوصل الارباع للبيت بتاعهم ومعهم الطفل يعقوب وبالرغم من ان البيت بيكون محروق لكن يعقوب بيكون مبسوط انه اخيرا هيبقى عايش في بيت ليه سقف واربع حيطان وفي الوقت ده بتوصل مرجن عند زبكن وبتعرف منه انه عايزها تشتغل عاملة في الاصر وبعدها تقرب من كل اللي هناك وتعرف من فيهم اللي عمل كده في جليشة وبتضطر مرجن انها توافق وبنعرف ان زبكن ناوي يخبط شيرين خبطها خفيفة بالموتسيكل اللي سرقوا لما تخرج تتمشى عشان تتصاب في رجليها وبالتالي يضطروا يدوروا على عاملة تانية لحد ما يتخف وناوي يقدم له مرجن على انها اخته عشان يوافقوا يشغلوها خصوصا بعد ما عارفوا انه شاب أمين جدا وبيقدر زبكن انه يخبط شيرين بالموتسيكل وبتتصاب اصابة خفيفة وبعدها بتظهر مرجن اللي بيتمثل انها بتتمشى في الشرع صدفة وبتقرر تاخد شيرين عشان ترجعها للأصر فبيسمحولها ايه كمان انها تدخل واخيرا بيقدر حد من الخمس شباب انه يدخل للأصر عشان يبدأ يدور ورا كل اللي هناك ويكتشف الحقيقة وبيخلص الجزء الاول الفيديو ده كتبته ميرنا ممدوح وسجله محمد طاهر ده اللي هو انا يعني ومنتجه محمود طاهر وما تنسوش تعملوا فلو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفلو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفلو صفحة هكونة مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الانيمي والكارتون سلام